موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشف الصحافة نطالع وإياكم كالمعتاد أهم ما تقوله وأبرز ما تقوله المواقع الإخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة كل يوم نبدأ من موقع عدن الغد عنونا في صفحته الرئيسية وقال الأمن يداهم منزل أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة في لهج ويضبط أسلحة ومواد شديدة الانفجار وأجهزة تحكم بالمتفجرات قالت التفاصيل تمكنت وحدة أمنية بإدارة أمن عدن متخصصة في مكافحة الإرهاب من مداهمة منزل أبرز قيادات تنظيم القاعدة في منطقة الدبأ بمحافظة لحج وخلال مداهمة المنزل عثرت قوات الأمن على خزانين ممتلئين بمواد شديدة الانفجار كان مدفونين داخل المنزل بشكل متقن ومن بين المواد المتفجرة مادة السيفور وألغام وصواعق تفجير وقذائف مختلفة بالإضافة إلى أجهزة تحكم بالمتفجرات عن بعد تأتي عملية المداهمة لمنزل الإرهابي الهارب أحد أبرز قيادة تنظيم القاعدة والمطلوب أمنيا بعد عمليات بحث وتحري وجمع للمعلومات التي ثبت فيها تورطه بالتخطيط وتنفيذ والإشراف على عدة عمليات إرهابية واستخدام منزله لإدارة هذه العمليات الإرهابية من عنوين الموقع أيضا هجوم بسيارة مفخخة يستهدف نقطة للجيش غرب المكلة والسقوط ضحايا وما زلنا في لحجة أيضا حيث عنوان موقع عدم تايم قال مقاتلات التحالف العربي تستهدف تعزيزات ومواقع لميليشيات في كاريش في التفاصيل شلت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات ومخازن أسلحة متنقلة وفي الصخور بجبهة كاريش وألحقت الغارات خسائر فادحة بالميليشيا قال بيان صادر عن المقاومة الشعبية في جبهة كاريش تلقى عدم تايم نسخة منه الغارات استهدفت نقطتين تفتيش في مفرق السحي والنقطة المقابلة لقرية ثبرة على الخط الرئيس وأضف أن المواقع المستهدفة شاملت موقع جبل المجورة فوق نفق الشريجة عنوان آخر إضراب عام في مؤسسة المياه في عدن يقول الموقع نفذ العاملون في مؤسسة المياه في عدن إضرابا شاملا للمطالبة بمستحقاتهم ورفع العمال لافتات مطالبة بتسليم حقوقهم وإخراج الفاسدين من المؤسسة عن أوضاع الطفولة التي حولتها الميليشيا إلى ضحايا لخدمة أهدافها الضيقة كتبت فكرية شحر مقالا ونشرته في يمن مونيتر وقالت في أجزاء من المقال قد يتهمك صديق مقرب في خندق الكلمة أن وطنيتك ليست خالصة لهذا الوطن ما دمت تتباكى في نظره على أطفال ميليشيا الذين يقتلون كقربان لا قيمة له مثلما أنت تبكي على أطفال تحس ومأرب أو أي طفل يسقط ضحية للحرب في كل أرجاء الوطن والحقيقة أن البكاء من أجل أطفال ميليشيا يبدو في نظري أدعى وأعمق لأن هؤلاء الصغار يقتلون مرتين مرة حين تتم تعبئة عقولهم بفكر الموت والقتل والزوامل الخراب في معسكرات يتم جمعهم فيها ثم بحمد السلاح في وجوه إناس ربما أطفال مثلهم ومرة أخرى حين يسقطون بأيدي المقاومة كمقاتلين معتدين يظنون القتال لعبة الشجاعة والفوز بالجنة وأن ما يقاتلون من أجله يستحق الذوذى عنه بأرواحهم أو حتى من أجل القليل من الريالات تصب في حجور آبائهم أما أطفال تعز ومأرب فهم يسقطون كالفراشات قد مرئت أرواحهم فرحا وأملا بالغد تحتضنهم أمهاتهم بكل الخوف أن يمسهم أذى الحرب فكيف نقارنهم بأطفال قد نزعهم آباؤهم وأمهاتهم من أحضان الطفولة ليرمونهم لمحرقة السيد وكيف ننسى قصة ذلك الطفل من عمران الذي لم يتجاوز الثالثة عشر حين سقط أسيرا بيد المقاومة فأطلقوه رحمة بطفولته وحين عاد لوالدته أخذته مجددا من يده حتى معسكر الميشيا حرصا منها على شهادته ليسقط مرة أخرى أسيرا بيد المقاومة ليرجوهم بعدها ألا يعيدوه فلحظنا أمه ولا ملجأ من الموت كيف لا نبكي لطفولة لم تعد تعامل كطفولة من قبل أحن قلب وأرق شعور وهي الأم موقع تغير نت عنوان في صفحته الرئيسية قوات الجيش غطني والمقاومة تفاجئ الميليشيا وتسيطر على أجزاء كبيرة من جباليان بنهم قال عبدالله الشندقي المتحدث باسم المقاومة الشعبية في صنعاء إن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية سيطر على الجهة الشرقية والجنوبية من سلسلة جباليان شرقية العاصمة اليمنية وأشار الشندقي إلى أنه خلال تلك المعارك تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على الجبال والمرتفعات الشرقية والجنوبية لسلسلة جباليان وصولا إلى جبال الديبة في الجهة الغربية ومن السيطرة عليها ومطاردة الميليشيات باتجاه منطقة ضبوعة من عنوين الموقع أيضا المخلوع صالح يصطدم برفض صارم من الحوثيين لإطلاق صراح إحدى القيادات المؤتمرية المحتجزة لديها أيضا عنوان آخر مراسل الجزيرة في اليمن يكشف معلومات مفزعة عن حجم السلاح الذي تمتلكه ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة نهم إلى موقع الموقع موقع بوست تابع إحدى الموضوعات وقال مدير مكتب اللواء الشائع يقول لموقع بوست إدارة أمن عدن تعمل بلا ميزانية والحكومة والتحالف والتحالف لم يساندون حيث قال مسؤول بإدارة أمن محافظة عدن قال إن الإدارة لا تمتلك أي ميزانية أو إمكانيات مالية تمكنها من دفع مرتبة أفراد الأمن العاملين في أقسام الشرطة وقال عبد الدائم أحمد مدير مكتب مدير أمن عدن اللواء شلال شائع في تصريح لموقع بوست إدارة الأمن تعمل دون وجود ميزانية مشيرا إلى أن مسألة دفع مرتبات الجنود ليست بالأمر السهل خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة أشار أيضا إلى أن الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي لم يعملوا على توفير ميزانية تشغيلية لإدارة الأمن أو حتى التكفل بدفع مرتبات الجنود فخ الكويت تحت هذا العنوان كتب عبد الله دوبلا مقالا ونشره في موقع مصدر أونلاين وقال الكاتب رجان وقف إطلاق النار كانت الفخ الأول الذي وقعت فيه الشرعية برغبة سعودية ربما إلا أنه لا يزال بإمكانها تجاوز الفخ الثاني الذي يحضر لأن تقع فيه في الكويت بأي شكل من أشكال الاتفاقات السياسية هناك من يحاول تمرير هذه الفكرة لوافد الشرعية بإنجاز اتفاق إنساني وعسكري أولاً ومن ثم اتفاق سياسي لتقاسم السلطة وكان هذا لافتاً في حديث ورد الشيخ في استئناف المفاوضات ويمكن أن يحدث اتفاق بذلك إلا أن هذا حتى وإن حدث وبدأ باتفاق عسكري لن يكون في صالح الشرعية لأن التنفيذ سيتوه بين الرجان والمراحل دون إحداث أي تغيير حقيقي على الأرض ومع مضي أشهر على ذلك سيضغط مرة أخرى على الشرعية لاستكمال المفاوضات باتفاق سياسي يجردها مما تبقى من شرعيتها مع بقاء الوضع العسكري على ما هو عليه الفكرة ليس أي نوع من الاتفاقات هو خطأ الخطأ هو الدخول في اتفاق بحد ذاته في ظل الوضع العسكري الراهن وإن كان ولابد من اتفاق عسكري أو سياسي حتى وإن ضغطت لأجل السعودية كما يبدو يجب أن يكون بعد التواجد العسكري في عمران والحديدة على الأقل وعلى الشرعية أن تشترط عليها ذلك قبل القبول بالدخول في أي اتفاق مع الانقلابيين إلى موقع مصدر أونلاين حتو عنوان في صفحته الرئيسية وقال الحوثيون ينقلون أسلحة إلى موقع شعب الجن المطل على المناطق الشمالية لصنعاء مصدر محلي زر الموقع أفاد للمصدر أونلاين الحوثيون وقوات صالح نقلوا إلى الموقع أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من بينها رجمات للصواريخ ودبابة فيما منعت سكان المنطقة من الدخول أو الخروج للموقع قال إن الحوثيين استقدموا الأسلحة من منطقة الكسارات المطلة على ودي ظهر والتي كانت هدفا لعدة ضربات جوية من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية خلال العام المنصرم وفي موقع يمن مونيتر نستعرض أهم العنوين الواردة في الموقع منها قتل حوثيون في اشتباكات عنيفة مع مواطنين في دمار جنوبية صنعاء قال مصدر ميدني إن عشرة قتلى بينهم تسعة حوثيون سقطوا في اشتباكات مع رجال القبائل في ساعة متأخرة مساء السبت الفائت في محافظة دمار أضف المصدر أيضا الذي فضل عدم الكشف عن هويته ليمن مونيتر إن عشرات المسلحين الحوثيين معززين بآليات عسكرية حاولوا اقتحام قرية هويدة التابعة لمدرية الحداء لكنهم قوبلوا بالرفض والاشتباكات وأشار المصدر إلى أن الحوثيين حاولوا اقتحام هويدة في المدرية بحثا عن مطلوبين يعارضونهم وتلقوا تصديا عنيفا من رجال القبائل من أبناء المنطقة على تخوم القرية ومنعوهم من التخول أضف المصدر أيضا أن الوضع لا يزال متوترا بين الجانبين ويحاول الحوثيون مجددا اقتحام القرية بعد استدعاء تعزيزات مسلحة من مدينة دمار الخاضعة لسيطراتهم ويقوم الحوثيون بحملة مداهمة لمعارضين لهم في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم خوفا من نشوء حركة مقاومة في تلك المحافظات وقبل مطالعة أهم ما تقوله الصحافة العربية اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعاود الترحيب بكم مشاهدين نصحبكم إلى الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم والبداية من صحيفة الشرق الأوسط تابعت أشاء السياسي كويت اثنين الحوثيون يتحدون الإرادة الدولية وولد الشيخ يتمسك بالمرجعيات قالت التفاصيل استؤنفت مشاورات السلام اليمنية اليمنية في دولة الكويت بعض الصعوبات التي واجهتها اليومين الماضيين ووفقا لشروط وتعهدات جديدة قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن إلى وفد الحكومة اليمنية وقالت الصحيفة إن التعهدات تنص على الالتزام بالمرجعيات وبإلغاء مشروع خريطة الطريق التي كان ينوي التقدم بها كمشروع للحال السياسي في اليمن وذلك بعد أن تعارضت مع القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار إثنان وعشرون ستة عشر وبحسب مصادر في المشاورات فإن الاجتماعات سوف تعود إلى وضعها السابق أي أن المبعوث الأممي سيتلقى عفوا سيلتقي بالوفدين بشكل منفرد وفي اجتماعات أخرى بعدد من الأشخاص من كل وفد ورغم حالة التفاؤل التي سادت لدى بعض الأوساط مع استئناف مشاورات السلام في الكويت فإن المصادر في المشاورات أكدت أن وفد الانقلابيين يواصل بنفس وتيرته السابقة مع الإشارة إلى أن تعهدات المبعوث الأممي الخطية لوفد الحكومة اليمنية جاءت بالالتزام بالمرعيات وإلغاء الخريطة المقترحة وخاصة ما يتعلق منها بتشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية وقال ياسين مكاوي مستشار الرئيس اليمني عطو وفد الحكومة قال للشرق الأوسط خطابنا ينشد تحقيق السلام لليمنيين وخطابهم يؤكد الاستمرار للحرب وقتل الناس وتدمير البلاد إلى صحيفة الحياة اللندنية عنونت في ذات الموضوع وقالت مشاورات الكويت فرصة أخيرة للحل في اليمن ودع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل الدشيخ أحمد طرفين نزاع هناك إلى اتخاذ قرارات حاسمة محذرا إياهم من أن مشاورات الكويت التي حددتها الحكومة بفترة خمسة عشر يوما هي الفرصة الأخيرة أمامهم للتوصل إلى اتفاق على الأولويات وأهمها تثبيت وقف الأعمال القتالية تحسين الوضع الإنساني الترتيبات الأمنية ليتمكنوا من التطرق إلى كل المواضع الأخرى إلى ذلك قال رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي إن المشاورات هي الفرصة الأخيرة لمناقشة تنفيذ الاتفاقات بإشراف الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن وأعرب عضو الوفد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمة المدنية عبد العزيز جباري عن تشاؤمه بالتوصل إلى نتائج إيجابية وقال للحياة الجلسة الافتتاحية كانت عادية وموقف الطرف الآخر لم يتغير إلى صحيفة الاتحاد عنونت في أحد موضوعاتها وقالت مندوب اليمن في الجامعة العربية يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه أزمة بلاده وقالت التفاصيل طالب مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد الهيصمي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال الأزمة اليمنية مؤكدا أن استقرار اليمن سيكون له إنعكسات خطيرة عفوا كبيرة على المنطقة بأكملها وأشار في تصريحات للصحفيين عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية إلى أن الموقع الجغرافي لليمن يجعله يتحكم في مصالح وأم دول العالم ولفت إلى أنه بحث مع الأمين العام مجمل تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية من عنوين الصحيفة علماء اليمن يدينون الإرهاب خاطب أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد المسفر في مقاله المنشور في العرب الجديد قادة التحالف بشأن ضرورة عدم ممارسة أي ضغوطات على الحكومة الشرعية بشأن الكويت وقال المسفر قبولكم الضغوط على الحكومة اليمنية لقبول ما يفرده تحالف الإنقلابيين وما تفرده الدول الغربية يجعلكم تقبلون المحاصصة السياسية وهذه كارثة أخرى تصب في غير صالح دول التحالف العربي ولبنان والعراق مثالان حيان أمامكم وقبولكم حزباً مسلحاً يكون شريكاً في السلطة الحاكمة في اليمن ستندمون عليه في مقبل الأيام ونموذج لبنان ماثل بين أيديكم لم يستطع الشعب اللبناني اختيار رئيسي للبلاد منذ أكثر من عامين لأن الحزب المسلح يفرد إرادته ولتعلموا أن الدول الغربية المشاركة في حوار الكويت أو على مقربة منه لا يريدون بنا نحن الأمة العربية خيراً إنهم يريدون تهديئة الأزمات وليس حلها جدرياً كما هي مسألة الحدود التي منفكت قائمة تستدعى من وقت إلى آخر لإرباك حياتنا ومستقبل أجيالنا أرجوكم لا تثقوا في تعهدات الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد فهو موظف في نهاية المطاف مطيع منفذ لتعليمات مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ما يفعله اليوم في الكويت هو إعماء الأبصار عما يجري في حظر موت حتى التمكين والإندفاع الأمريكي ومن معهم لفرض إرادة غير إرادة الشرعية هناك بذرائع مختلفة وزرع بذور الفتنة هناك حتى تكون شوكة أخرى في خاصرة المملكة العربية السعودية تحرك عند الحاجة انتبهوا فإني لكم من الناصحين أتمنى على قيادة التحالف ألا تساوم ولا تهادن البغات ولا تقبل بممارسة أي ضغوط على السلطة الشرعية اليمنية التي استنجدت بكم أغيثوها وشد من أزرها بكل الوسائل كما تفعل إيران وروسيا في العراق وسوريا الأيام المقبلة حبلة فاحسموا أمركم في اليمن قبل أن تضع الأيام المقبلة تحملها فنكون جميعا من النادمين إلى الميان الإماراتية عنونت هذه الصحيفة وقالت ويلد الشيخ يطلب الحوثيين بالاعتراف بالشرعية في التفاصيل تقول الصحيفة عقد مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ويلد الشيخ أحمد اجتماعات ثنائية مع وفدي الحكومة الشرعية والانقلابيين ضمن مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت وطالب وفد الحوثيين الاعتراف بالحكومة الشرعية والالتدام بقرار مجلس الأمن رقم 22-16 وذكرت وكالة الأنباء الكويتية قونا أن المبعوث الأممي ناقش مع الطرف الانقلابي عددا من القضايا السياسية والأمنية والإنسانية المطروحة على جدول الأعمال إلى جانب موضوع الضمانات التي يطالب بها وفد الحكومة كما التقى المبعوث في وقت لاحق رئيس مجلس الغزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي أشيخ صباح خالد الحمد الصباح لبحث تطورات الأوضاع في اليمن وسبل دفع الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة اليمنية صحيفة العربي الجديد عنونت في موضوع اقتصادي مخاوف من إفلاس اليمن رواتب الموظفين والجيش في خطر يؤكد مسؤولان في البنك المركزي اليمني للعربي الجديد أنه عاجز عن توفير رواتب كل موظفي الحكومة وعلاصر الجيش والأمن للشهر الحالي في حين يشق موظفون جنوب البلاد عدم استلامهم رواتبهم لشهر يونيو الماضي ويعلل المسؤولان ذلك بعدم كفاية ما تبقى من سيولة لدى البنك يضيف الموقع تغيرت حركة النقد فأصبحت الأموال بالعملة اليمنية تضخ خارج الإطار المصرفي وأصبحت تجار يتسلمونها من السوق ليعاد ضخها لصرفي العملات وهم عبارة عن دكاكين لا ترتبط بالمصارف وإنما يقوم دورها على تسليمها للمواطنين كقيمة حوالات مالية وبنفاذ السيولة يكون البنك المركزي إلى جانب القطاع المصرفي اليمني آخر الأعمدة الاقتصادية التي طولتها تداعيات الحرب الحالية لتنعكس سلبا على معدلة البطالة والفقر التي سترفض حتما بأعداد جديدة وضخمة من المواطنين فضلا عن 82% من اليمنيين الذين يحتاجون أصلا إلى مساعدة إغاثية استشراف قيام العدل وحكم القانون في عالم يحاربهما تحت هذا العنوان كتب سعيد الشهابي مقالا ونشره في صحيفة القدس العربي وقال فيه ما يعانيه العالم اليوم من اضطرابات أمنية وسياسية لا تنفصل أسبابها عن تراجع منظومة العدل حتى في البلدان المتقدمة التي يفترض أن يكون حكم القانون جوهر نظامها السياسي فالقانون وحده لا يكفي بل تطبيقه هو المهم ويمكن القول إن أغلب الدساتير والقوانين في العالم تنص على العدل والمساواة وإقامة حكم القانون ولكن التحايل على ذلك وتأويل معاني تلك المبادئ والأعذار التي يقدمها السياسيون كل ذلك يحول دون إقامة منظومة العدل وغياب تلك المنظومة يؤسس لما تعانيه المجتمعات التي يحكمها البشر فما أسباب عدم استرامة في إقامة حكم القانون من الصعب الإجابة على ذلك بما يحظى بقبول المهتمين بقضايا التغيير الاجتماعي وديناميكية العقل البشري ورصد المسار البشري في تقصي قضايا الحكم والإدارة بما يحقق سعادة الإنسان فالغرب الذي يشعر مفكره وسياسيوه يشعر بنشوة المنتصر الذي يلهيه شعوره عن استيعاب منظومة العدل الإلهي التي تقضي بهلاك الأمم والشعوب إذا ما مارست الظلم وتلك القرى لما ظلموا أهلكناهم هذا الشعور بالكمال الفكري والسياسي الذي دفع شخصا مثل فرانسيس فوكوياما لإطلاق مقولته الشهيرة قبل 25 عاما بأن التطور الإنساني بلغ ذروته بوصوله لمنظومة الديمقراطية الليبرالية التي تمثل في نظره أفضل منظومة بشرية للحكم هذا الشعور بالكمال البشري ساهم في سلسلة من التراجعات السياسية والأخلاقية في عالم اليوم أدت إلى حالة الفوضى الأمنية والفكرية والتعصب ختام الحلقة مع السياسة المرسومة فلنرى ماذا رسمت الفرش اليوم وأراكم إن شاء الله في أمان الله وحفظه في حلقة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة